بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له لسماء الحسنى وهلتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم قسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتيتنا كاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصفدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأغشت بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها لولا وابنم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ناية نخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفطر قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هاون أخي أشدد به أزري وأشرح في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد وتيت سولك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل لدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنديناك من الغم وفتناك فطونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد وحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون لولولا قال علم أن عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض ميادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى قلوا ورعى وانعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فادعا بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأي يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأدمعوا كيدكم ثم ماتوا صفا وقد افلح اليوم من استعمى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بلى لكم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف منك أن تلعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يثمح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدهم قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أناذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جزوع النقل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقاه قالوا لن نوسرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أن تقاضن إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكررتنا عليه من السحر والله خير وأبقاه إنه من يات ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مومنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلاء جنات عدن تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكاه ولقد أوحينا إلى موسى أنسري بعباده فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تقشا فأدعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور ليمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل علي غضبي فقد هواه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعدلك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أثري وعدلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعذكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أمرتكم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفنا فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضررا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتتبعا أفعصيث أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خفضك يا سامري قال بصرت بما لم يبصوا به فقبضت قبضة من سر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه لنحرقنه صم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من عرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبستموا إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبستموا إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عودا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصواك للرحمن فلا تسمع إلا أمسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من ذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجود الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعدل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعراه وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل دلك على شجرة الخلد وملك لا يبلاء فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يحصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغواه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قال اهبطا منها دني عن بعضكم لبعض عدو فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما هلتنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان نزاما وأدل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأقراف النار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزوادا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تاته بينة ما في الصخف لولا ولولا أهلكناه بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى قل قلوا متربصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى